تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي انطلق المهرجان الثقافي الدولي الأول للتضوء جوته تحت شعار عالم واحد ثقافة متعددة وذلك بحديقة قصر البارو المهرجان يهدف إلى مسج الحضارات والثقافات بين الدول والدعوة إلى التعارف والتآلف والسلام بين جميع شعوب العالم طبعا المهرجان مشرف جدا 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 والحقيقة يعني حاجة كبيرة أوي وسعيدة جدا وده حصل في مصر والأول مرة ويشرفني ان انا شارك فيه طبعا عشان تعرف على كمية الثقافات الموجودة والأكلات والشعوب المختلفة اللي حوالي الحقيقة يعني احنا النهاردة جايين نساهم في الحدث بتاع أصر البرون تبادل الثقافات واحنا تابع صفارة ايرلند وده زي الرسمي بتاعهم يعد المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويضم كوكبة كبيرة من الدول العربية والأجنبية وشهد المهرجان العديد من الفعليات الثقافية والفنية والفولكلورية والشعبية التي تشتهر بها كل دولة بالإضافة إلى تقديم وتدوق أشهر الأطباق التقليدية فضلا عن المعروضات الفنية أو المجهولات الادوية والتراثية هو اكيد مشاركتنا دي حاجة مهمة ان احنا نتواجد النهاردة في المهرجان جوتي لان ده بي التواصل ما بين الدول دي حاجة مهمة جدا وبتساعد ان ننشر ثقافات والناس تعرف علينا وحنا تعرف على الناس تانية عن طريق الموسيقى وعن طريق الاكل وعن طريق السياحة متن منتجات بتشجع السياحة التواصل بين الدول والناس تعرف حاجات أكتر عن الدول حاجة مهمة جدا علشان يبقى فيه تواصل بين الدول ويعني الناس تعرف أكتر عن الثقافات المتنوعة عن الدول يشارك بالمهرجان كوكبة كبرى من أهل الفن والثقافة والسياسة والاقتصاد ونجوم الرياضة والإعلام ورجال الدولة وكبار الكتاب والفنانين وكذلك الأجانب المقامين من جميع الجنسيات مهرجان جوتية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط جمع العديد من الحضارات والثقافات من دول العالم ودعا في الوقت نفسه إلى التآلف والإخاء والسلام بين جميع شعوب العالم والذي بدى واضحا من خلال فعليته رمضان المطعاني النيل